تتنادى الجوف لتحرير ما تبقى من المديريات بعد تزايد وثيرة العمليات العسكرية هناك واقتراب الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من فرض سيطرتها على كامل المحافظة عشرة أيام مضت كانت فيها الجوف على موعد مع استكبال تحرير مديريات المتون والمصلوب وخب والشعف المعلومات الأولية أفادت أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرت على قسم شرطة مديرية الغيل وبسقوطها تكون الجوف قد اقتربت من موعد خلاصها النهائي من قبضة الميليشيا على مدار أشهر من سقوط الجوف لم تترك الميليشيا شيئا في المحافظة سوى الموت والدمار لتظلم عالم هذه القبور شاهدة على صناعة الموت الذي انتهجته الميليشيا تكمن أهمية الجوف في امتلاكها لحدود واسعة مع محافظة صعدة ما يعزز من قرب انتقال المعركة إليها وفي كونها البوابة الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء اشتركوا في القناة